مرهون رأيك في الكهرات النهاردة ورأيك ايه برضو في الفكرة اللي قالت انه ينسحب النادي الاهل لا فكرة الانسحب زي بنت قلت يا جملة عن تريه ومش وقعية ولا منطقية النادي الاهل ينسحب وفي النهاية ينسحب ليه انت لو جيت كده هدية فيه وفكرت طب انسحب ليه فكرة النهاية حيلعب على ملعب ماشي انت لك الحق الكامل ولكن في النهاية هو بيان للنادي الاهل اللي حافظ حققه وبيان عشان تهديت الجمهور تعرف يا مراهي النهاردة كنت بادئ الحلقة يا جمال بالخسائر المالية اللي لو حصلوا الأهل ينسحم البطولة دي وتم عقابه بالاستبعاد لبطولتين سنتين نسأل بطولتين أه سنتين خسائر مالية ضخمة الأهل بيكسب ميزانية الكورة في النادي الأهل هي 20% منها من الفوز ببطولة أفريكي والسوبة الأفريكي ومشاركة في كاس عامل لان دي 20% منها اللي هي أصلا ميزانية كورة القدم اللي بتبقى خسرانة ويبقى فيها عجز في نهاية العام المالي بيبقى فيها عجز أصلا فده هيترتب عليه إيه الناس بس متبقى شهداء بدهم الكلام ده هيترتب عليه صفقات وهيترتب عليه أنت مضطر تبيع لعيبة من نجومك وهيترتب عليه أصلا في الدولة الممتاز ممكن ما تقدرش تنفس لما تخسر يعني فيه تفاصيل كثيرة بتبقى قدام إدارة النادي الأهل في هذا القمر مش مجرد أنه مش لازم ألعب ففرك لا هي مش قصة كده الجمهور بيبقى عاطفي لحد ما يعني لكن الإدارة المفروض تبقى عقلانية وأنا شوف كارات الإدارة كتسليمة ولكن هو الفكرة في التفكير في اللي جاي في إيه اللي في إيد النادي الأهلي اللي في إيد النادي الأهلي هل مطالبة بحقه في التذاكر في ماتش الفاينل لأن في النهاية هو ملعب محايد فأنت حيبقى لك نصف الساعة فلازم تطالب بحقك رقم اثنين المطالبة بحكام أجانب في الفار لازم تطالب بحقك عشان تضمن العدالة نفسي لازم تضمن العدالة والفار ما يكون شبابا مش شغال مش هيبة بس لازم تطالب فاكرة يا كريم لما حصل في ماتش الكاميرو لما منتخب بسكن كلنا متخوفين لكن الضغط منتخب مصر على الحكم ضغط كارلوس كيروش على الخط حتى عامل ضغوطات كتير على الحكم فخلى الموضوع إلى حد ما مقبول فهو ده دور النادي الأهلي وبعدين دور اللعيبة في الملعب إن في النهاية جماعة أنا كنت لازم أتكلم مع دكتور جمال برا بشوف إن آه في أخطاء بتحصل ولكن زمن عبد الرحيم العرجون أنا في وجهة نظري ما بقاش سهل إنه هو يحصل يعني الأخطاء آه هتبقى واضحة ممكن يحجمك ممكن يكتفك في الماتش لكن يحسب عليه قرارات فاضحة تحكميا في الملعب أعتقد أنها صعبة شوية أنا مختلف أنا مختلف أنا ده رأيي سأنا كنت ناقش بأف اير مع مرون قبل أن يدخل على طول أنا قبل ما يجي على طول بركان ومازنبي حاجة ما جاءت نضاي كان بيعمل حاجات في الكرة غير طبيعية كانت أحمد في ديئة 79 غريب جدا جدا بتحسب على مازنبي في ديئة 89 ركل الجزاء عشان يسجل الجول الثالث وجول السعود يعني لا كل ده موجود في أفريقيا عشان بس ما نلقاش بنوارب دماغنا عن اللي ممكن يحصل يعني قبلها على طول ماتش اللي قابله على طول الأهل الليبي ضرب الجزاء غير محتسب أهل ليبي بيفوز على أورلاندو في جنوب أفريقيا 1-0 هو مغلوب مراتي زعب 2-0 وضرب الجزاء واضحة جدا لأي حد وفيه فغار في المباراة ومين اللي ما بيحسبش ضربة الجزاء الواضحة جدا بكاري جسامة فما جيتني دايو بكاري جسامة في مباراتين وراء بعد النهاردة لا أنا متخوف طبعا من طاقة متخوفين من اللي حاكم النهائي أنا فاكلا ما كنت قاد معك بالمتفرج عمودش الأهلي وقلت لي ده جابوا فيكتور جوميس عشان ما يحكمش الفاينل فاكت تمنى بكتور جوميس أنا عايز أعلق بس على مباراتين بكاري أعتقد بكاري جسامة أنا بقلي ومين وقلت مكين معلوماتي غالط تدور في اللوايح الكاملة بتاعت الكاف فيما يخص لجنة الحكام لا يوجد أيوة طبعا نقطة واحدة بتقول إنه إن الحكم اللي ما يحكم في السيم الفاينل ما يحكمش فاينل ده عرف فقط لغير وعلى قدرة النادي الأهل الضغط إنه يتم استثناء هذه البطولة لإنه تمت بالمناسبة في 2017 تمت إنه يتم لحكم مثل تلو طالبت يا محمد حكم بعينه أنا مش هطالب بحكم بعينه هيتم رفضه لا لا أنا بشكل غير مباشر هستثني أطلب استثناء البند ده ليه لإنه لما جاء بص على الحكام كلهم اللي حكمه هلاقي إنه في حكام كتير طبما النهاردة زي ما تم استثناء في وقت من الأوقات إن اللي يحكم سيم الفاينل كونفودرالي لا يحكم في البطولة الثانية عادي جدا لأنه ده حصل بالمناسبة النهاردة بكالي جسامة بيحكم سيم الفاينل لكونفودرالي عشان يجيلك في الفاينل دي قصة تانية قصة مختلفة إنه أجمال بكالي جسامة لو حكم الفاينل خلاص سأيتها بقى يعني إن شاء الله قدرات النادي الأهلي بكل ده تتفوق على كل حاجة هنا أصلا من الأشخاص اللي دايما بيشغلش بالي أو موضوع التحكيمة ليفرق معاي حالة الفرقة اللي أنا بشجعها وبشوفها لا لي لو جاهز يبقى كويس منتخل مصر لو جاهز يبقى كويس الزمانك لو جاهز يبقى كويس إنك تبقى جاهز في المباراة آه طبعا نمول التحكيمة يا ما فرقت في المباراة العالمية كبيرة وتاريخية وكل شيء بس إنه إنت كويس حتى لو الحكم مش عايزك تكسب هتكسب ومهمة أنا 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 يعني أشكرك على نقطتين ممكن أرجع يا كريم هرجع بخمس دهائق لورا وأشكرك على إنك طرحت قصة الخسائر المالية ليه النادي الأهلي لإنه يمكن فيه كتير من الجماهير شوية بياخدوا الأمور بعاطفية فما بيبصش لده والطرح المالي لده إنت بتتكلم كمان على الخسائر المباشرة فيه خسائر غير مباشرة النادي الأهلي بعد ثلاث شهور هيطرح مزايدته الرعاية اللي من ضمن الحاجات إنه هو الامج بتاعة النادي الأهلي وتمثيله لأفريقيا في جاسة العالية تحدثت عن الرعاية طبعا إنه عقود الرعاية دي هتختلف طبعا تحدثت عن موضوع البس هيختلف تحدثت عن أمور كثيرة جدا تحدثتش يا سوري ما تحدثتش كمان على حاجة مهمة جدا إنه زي ما اللعبين في أوروبا لما بيروحوا الفريق يقولك ده هيلعب دولة أبطال أوروبا أو دولة مصري لكن لما يبقى عندك لعيم مثلا بقول مثلا بيتنافس عليه أهلي وزمالك تمام في مصر حتى وشايف إنه الزمالك بيلعب في دولة أبطال أفريقيا فأنا لو لعب لأ أنا ممكن أختار نادي الزمالك عشان هلعب في دولة أبطال أفريقيا حتى لو أنا كنت بحب النادي الأهلي ومنتمي النادي الأهلي والأكس صحيح لو الزمالك هو اللي ما بيشاركش ولأهلي هو اللي بيشارك في لعبة يقولك أنه هلعب في الأهلي كل اللعب اللي قرردي موجود عندك ومدربك عايب عايز يم مدير فاني نفسه بيتسو موسيماني نفسه يعني تمام حقا تلك الألقاب أنا دلوقتي أنت مش حسارك في أفريقيا ممكن يجيلوا عروض كتير جدا بزبط دايما بطولة أفريقيا هي الإيميج اللي بتوصلك لكاس علام الأندية بزبط هتخسر فاليها خلفيات كثيرة جدا غير الكهارات اللي هو إيه نانسحب يا جماعة الكلام دي ما فيش عهد من ضمن الحاجات أكرم أنك هيتم حرمانك من الجوائز الحالية للبطولة الحالية دي من ضمن العقوبات أصلا يعني أنت الفاينال اللي أنت قريدي وصلت له أنت بتاخد مليون ومثل وخمسين ألف دولار دول دا منطوم قبل ما توصل للفاينال وتلعب صح العقوبة لما بتنزل رقم واحد حرمانك من أي تايتر أو أي حاجة داخل البطولة حرمانك من الجوائز المالية للبطولة الحالية وحرمانك نسختين خلي بالك بقى رقطة مهمة جدا 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 ناس كتير مش يغضى بالها منها بيقولوا إيه بقى أنه في حالة أنه أنت روحت رفعت القضية في المحكمة الرياضية الدولية وجاءت المحكمة الرياضية الدولية اللي هي هتحكم في خلال عشر تيام من تقديم القضية يعني ممكن قبل الفاين والمحكمة الرياضية الدولية جاءت قالت لك بأنت دخلت كارع أنت تفكر كارع يطلع حكم قالت لك تلعب وإنت قررت في الآخر أنك تنسحب يتم تغليز العقوبة على الأهل بخمسين في المع من العقوبة الأصلية يعني السنتين يبقوا ثلاثة يعني مع البطولة دي يبقوا أربعة خسائر مالية صعبة جدا جدا قرارات كارثية عشان كده أنا بحاجة إدارة النادي الأهلي إنها مرحدش في الاتحادة أبدا ده غير أنه أصلا قد الرعاية للنادي الأهلي ماضي عليها تمام وفيها مكاسب للنادي الأهلي تشمل طبعا حاجة زي بطولة طبعا لما هينسحب النادي الأهلي ممكن يبقى عنده مشاكل مع الشركات وخلافه يعني فيه تفاصيل كثية جدا وأمريكا جدا احنا بنقول تقريبا بعض منها لكن إدارة النادي الأهلي مع شركة كارث كارثة ده كل ملفات طبعا دي ملفات وقاردة الكلام ده كل طيب الأهلي والوداد الفاينال كورة بقى الأهلي يبدو كده من المباراة اللي احنا شفناها لها أفضلية بدرجتين ثلاثة عن الوداد دلوقتي الوداد تاريخيا هو فريق كبير وعظيب بس لو أنت تكلمت فنانا عن مستوى لابينده في رأي وهسمع رأيكم ممكن الأهلي يكون لها أفضلية قطف معك جدا لنقطتنا كريم الأهلي تطور عن آخر مواجهة قدام الوداد في فاينال أفريقيا 17 الوداد قال له الأهلي زاد الأهلي زاد خبرات في الفوس في الفاينال الأهلي زاد لعيبة عندها القدرات أنها تلعب تحت ضغطات الأهلي زاد مدير فني عنده قدرة التعامل مع البطلات الأفريقية الأهلي زاد وجود قادة وليدرز كباتن جوه الفريق في كل مركز الأهلي زاد على عناصر الفنية في أرض الملعب الكواليتي بتاعتها زادت تعالي روح للوداد هتلاقي قلت في العناصر الفنية اللعيبة اللي كانت بتكسبها البطلات قلت تلاقي أن المدير الفني خبراته أقل تلاقي أن الكواليتي اللي سكوات كله أقل والبطولة الأفريقية كمان في المسار اللي وصل به النادي الوداد كان مسار ضعيف لكن النادي الأهلي على الأقل واجه في بطولة في جروب ستيج سانداونز قبل كده بعد كده واجه الرجاء المغربي في ملعبه فواجه في ملاعب صعبة جدا النقطة الثانية برضو المهمة هي فكرة الوداد على ملعبه والناس كالله بتتكلم طب هو ده الملعب اللي حيلعب لين نادي الأهلي أنا سفرقت على الماتش وسلا قدام بيترو لا الوداد في ملعبه لا عنده مشاكل دفعية كبيرة جدا الوداد في ملعبه قدام جمهوره كان ممكن يخرج وكان قريب أنه هو يطلق هدف اتنين وثلاثة والولا تقلق الحرس مرمى التجناوتي لكن الوداد كفريق آه فريق طبعا وصل فانل شامبينز ديجي الأفريقي ففريق جيد ولكن النادي الأهلي يتفوق بخبراته يتفوق بأسامي لعبته يتفوق بالحافز اللي عنده أنت تبقى أول فريق في تاريخ أفريق وأول مدير فني حقق ثلاث ألقاب على التوالي حتى منول جزيل اللي هو الناس بتاعتبره أعظم مدير فني في تاريخ النادي الأهلي لم ينجح في تحقيقها العيبة دي تكون سطر التاريخ لنفسها الجيل الزهبي للنادي الأهلي والجمعة وبوتريكة وبركاته وعمال متعب ما قدروش أنهم يحققوا كل دي دوافع وحوافز كبيرة جدا للنادي الأهلي تخليها تخطى مشكلة الملعب تتخليها تخطى مشكلة الحكم في النهاية ممكن أستعين بجملة منشيني في غرفة خلع ملابس قبل فاينال يورو قدام إنجلترا لما قال لعيبة منتخب إيطاليا إحنا القدر أو الموتش ده بأيدينا إحنا إحنا اللي نملك قدرنا في الملعب لا منتخب الإنجلترا ولا الحكم ولا الجمهور وكان بيلعبوا على فكرة على ملعب ويمبلي الفاينال كان في ويمبلي قال لهم إحنا اللي نملك القرار أنا أعتقد اللعبة الأهلي تملك القرار مكاري جسامة ممكن يحجمك وهو فعلا شاطر في النقطة دي لكن في النهاية أنت قادر زي ما عملت في وفاق ستيف قادر زي ما عملت في الرجاء أن أنت تنيه الموتش من البداية وتعرف الوداد أن أنت مش بس الملعب مش حيفيدك ولا الجمهور ولا حتى الحكم حيفيدك حسألك عن رأيك وقول لك رأيي برضو رأيي أنه اللي أعلى يلعب مباراة الوداد دي بطريقة فاق ستيف والرجاء مباراة الزهب ومباراة الهلالي السعودي إنزل يضغط قدام جماهرهم وعلى ملعبهم إنزل يضغط سجل أو خوف على الخسم اللي قدامك ما تستناش رأيي تاني يقول لك لأ تستنى قال الحمسهم شوية منتص حمسهم شوية وبعد كده بدأ أخذ قراراتك اللي شفتم للنادي الأهلي مع بيتسو موسماني إنه لما بيأخذ هو القرار أو المبادرة بيبقى أوضر بكتير لما بيستنى رأيك إيه؟ قبل مرأي أنا أثق تماماً 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 في تحضير بيتسو موسماني ولعب النادي الأهلي الذهني والنفسي والفني في بطولة أفريقيا قصة مختلفة تماماً عن المشاركات المحلية عشان بديء البداية رقم اثنين إنه طبعاً لازم تاخد المبادرة في مباراة زي دي طبعاً لازم تاخد المبادرة ما تحطش نفسك تحت الضغط ما تزودش على نفسك أد أون ما تحطش على نفسك ضغط زيادة على ضغط جمهور ووالد يكون ضغط الحكم وأجواء المباراة وما قبل المباراة أي أن كان بقى الأجواء اللي هتلاعب فيها المباراة ما تزودش على نفسك ضغط بأنك تستقبل اللعب صحيح نقطة مهمة جداً جداً القوة الهجومية للنادي الأهلي واضحة جداً في مباراة أفريقيا لكن النادي الأهلي بيستقبل أهداف فأنا لي أنتظر لحد ما استقبل ونقطة خطيرة جداً في المباراة إنت لو لعبت الوداد المغربي واستقبلت هدف هتكي تديها تسعين بسرعة قوية صح مش تلعب كرة ده أمر واضح يعني مش هتلعب كرة بقى يحصل تكسير اللعب فسط الملعب وقوع كتير الحكم هيحجمك آه كل ده لي علاقة بالفنيات والتحضير لأنك لما تيجي تحضر لازم تبقى عارف أنا بلعب فريق شكل عامل إزاي وبلعب على ملعب شكل عامل إزاي وأجواء المباراة شكلها عامل إزاي فأنا مهم جداً أن أنا أضغط متفق معك مليون في الميل مهم جداً أن أنا أضغط من بداية المباراة وأنا قادر على ده فرقة الوداد لما تيجي تبص على فرقة الوداد الفورميشن أو شكل اللي بلعبه به اللي بلعبها لما بيجي لعب جيم كبير أو بلعب مباراة قدام فريق كبير خاصة كمان مع إصابة مؤيد اللافي فما بقاش عنده شوية الجناح اللي بلعب ناحية اليمين فما بلعب بيروح لل4-3-3 اللي بلعبها هو بيغير شوية بعض العناصر لما بلعب في جيم في مغامرة فالضغط عليك هيبقى بالثلاثة الأمامية اللي منهم أيمن حسوني أو ذهير المترجي وجايم بينزا التلاتة دول تقدر أنت توقفهم وانت بتلعب تعمل الضغط العالي مش عاليك ضغط بخمسة هم بيقلبوا قاال شكل ال4-3-3 ده أو ال4-3-2-1 بيقلبوا لشكل مختلف شوية إنه بيخلي يحيى جبران أو جلاد داودي واحد من الاتنين بينزل تحت ويطلع الاتنين اللعبوا وقع لعب ستة واثنين اللعبة تمانية زي ما كان منتخب مصري بيلعب لكن بصدغة أكثر دفاعية لما بيلعب فريق كبير تقدر تستغل ده وتقدر تشتغل على ده لأنه لما يجي الوقت قبل المباراة ونتكلم تفصيليا على فرقة الوداد هتكلم على صغرات كتير جدا حتى في الجبهة الشمال الخطيرة جدا اللي بيروح عليها أيمان حسوني بيروح عليها زوير المترجق أفضل اتنين اللعبة بيلعبوا كورة أو لعبوا كورة في فرقة الوداد ومعهم يحيى عطيت الله الوحيد اللي كان بينضم لمنتخب المغربي ويحيى جبران برضو دكتور يحيى شوية لما غاب مؤياد اللافي ما بقاش بيروح ناحية شمال لازم يعوض ناحية لنين طبعا لعب كي بلاير مهم هو لعب كبير جد بس أحيان بيبقى فوق قوي وأحيان بيبقى تحت قوي لو هو في جيم هو مبقاش موجود هو بيبقى أقل اللاعبين بس هو لعب كبير حسب التوظيف يا كريم يعني هو لعب مركز 8 لما بينزل تحت شوية بيعمل مشاف كتير من الملاحظ برضو من وداد لما كنت مفرج عليهم لهم مميزين أو في الكرات السبت الهجومية صح دفاعيا سيئين عكس يعني دايما اللي بيبقى مميز هجوميا غالبا بيبقى مميز دفاعيا الوداد هجوميا بيبقى رائع جدا في الكرات السبتة أو العكس صحيح في النحاء الدفاعية أتف معاك يا ماتش على سبيل المسال ماتش الوداد وبيترو عاملين 14 كروس في الماتش ومسجلين الهدف من كرة سبتة من ركنية فهم مميزين جدا ودي عادة المنتخبات أو الفرق المغربية جدا بيواجهها بقى كريم وده اللي يقلقني أن النادي الأهلي والمنتخبات المصرية دايما عندهم مشاكل في الكرات السبتة الدفاعية فشوف أن دي تفصيلة مهمة جدا وغالفاينل بيتحسب على تفاصيل بسيطة جدا وديم التفاصيل المهمة جدا اللي أنت لازم تخلي بالك عليها ولازم أن أنت تبدأ تحضر للكرات السبتة بمعنى أنت ما تلعبش لا زون في وجه نظري ما تلعبش زون وما تلعبش مان لازم تلعب اللي هي الهايبرت ما بين الاثنين تبقى موقف زون على الزون القريبة وعلى الزون البعيدة لعيبة فاضية أنها تروح للكرة مش ماس كمان واللعيبة تانية ماس كمان وما يبقاش عاملين زي في الباسكت كده الميسماتش اللي هو العيب مثلا قصير ماسك لعيب طويل أو اللعيب مثلا لا يجيد الكرات السبتة أو لا يجيد التيكوف العالي مع العيب يجيد التيكوف العالي من لعيبة الوداد لأنهم يتميزوا بالكرات السبتة وعلى الجانب الآخر النادي الأهلي برضو يتميز بالكرات السبتة اللوجومية لأنه عندهم علي معلول وسجل نادي الأهلي في الرجاء من علي معلول وعبد المنعم من كرة سبتة والنادي الأهلي يتميز وياسر مميز جدا وفي الهلال سجل قبل كده يعني النادي الأهلي عنده كمان نقطة مضافة في فكرة الكرات السبتة وأنا بشوف أنه الماتش ده زي ما أنت أتفل معك في فكرة الضغط العالي النادي الأهلي إذا ضغط عالي وعرف في الوداد أنا جاي بلعب النهاردة أو على ملعبك لكن في النهاية ده ملعب محايد وأنا جمهوري حيب أن يكون مباراة مباراة مثلا مباراة زهاب فأنت تدفع شوية تاخد أكثر مكاسم ممكنة وترى فيما تقول هي مباراة واحدة اللي هيلحق يلحق وقادر النادي الأهلي إذا ضغط أنه هو يسجل ولكن على موسيماني وأنا أتفل مع دكتور جمال فكرة أنه هو بيحضر كويس قوي بطلات أفراقية ولكن على موسيماني هو تثبيت التشكيل اللي هو لعبيه في ماتشو فاقستي في الزهاب والعودة والطريقة اللي وصل لها أخيرا في فكرة الـ 4-4-2 أو الـ 4-3-3 وتوصل للـ 4-4-2 هذه الطريقة الأنسب لأنها بتأمن لك عمق الملعب ونفس الوقت بتدي لك نجاعة أهدفها قوي جدا طيب من الحاجات المهمة جدا يا جمال فيما يخص الكلات السابتة أنه الأهلي في المباريات الأخيرة سواء في أفراقية أو في الدوري كان بيبقى فيه مخالفات كتير قوي على لعبي النادي الأهلي وأحيانا بتبقى مخالفات سازجة أو سهلة تعمل فاولات على حدود المنطقة تطلع الكرة بشكل سهل جدا تضربة روكنية الكلام ده ألقني شوي أنك بترتكب مخالفات كثيرة المفروض موسيماني يتعامل زي مع عزارة نفس النقطة ونروح للمدرسة المغربية برضو الأهلي لعيب الرجاء الرجاء كان مميز جدا خاصة مروانها دهودي اللي تم تارضه في المباراة الأولى الأهلي كان عنده المشكلة اللي أنت بتتكلم عليها مشكلة حقيقة مليون في المية ارتكاب المخالفات حوالين منطقة الـ 18 لما أوصل في مباراة الرجاء أن أنا هيتعامل عليها 8 حوالين الـ 18 في الشوط الأول بس في شوط 1 8 مخالفات ده كتير جدا حوالين الـ 18 صعب من علمين أو الشمال أو من المواجهة فده لازم تتجنبه خاصة تاني أنت رايح تلعب مباراة آه ملعب محايد لكن الحقيقة مضغوط بالجماهير هتحسب مخالفات كتير حوالين الـ 18 لازم تتجنبها المسكينج والماركينج وطريقة المسك والشغل اللي أنت هتعمله مع المخالفات أنك تحاول تقلل المخالفات اللي قوف نفسه الأهلي ايه اشتغالها بشكل ممتاز هو بلعب الرجاء ياسر إبراهيم عمل جيم أكتر من ممتاز فيه مباراتي الرجاء زهابا إيابا في الكرات الهوائية كمان مع محمد عبد الميل مميز في الكرات الهوائية فأنت تقدر تشتغل على ده وتقدر تمنع لكن ليه أستنى لما الخطر فأنا موافق جدا في قصة أنه أنا أمنع المخالفة من البداية علشان ما يبقاش الضغط عليك تيل لأنه وارد أغلط وارد المدافع مهما كان واقف كويس مهما كان مرحل وعمل المسك بشكل جيد وارد أنه يغلط واحدة أو اثنين تعمل لك مشكلة كبيرة جدا في المبارات تلعب على تفاصيل بصير أول مراحل 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 أسألك تحسن بيرسي تاو تحسن استثنائي ولا تحسن هيكمل معي وهيفضل طلع أرجعك للسؤال ده سألتهني من حوالي حلقتين وقلت لي أنه فيه ناس بتتكلم على البعد البدني فيه ناس بتتكلم وتقول لك بيرسي تاو نفسي عنده كم مراحل معي بعد نفسي واضح جدا عايز تعرف تأثير البعد النفسي بيرسي تاو لم يتطور بهذا الشكل الكبير جدا فيه مباراتين في خلال عشر تيات بيرسي تاو كان عنده مشكلة نفسية وقعد معه بيتسو موسماني مرة ودين وثلاثة لحد ما وصل في النهاية إلى التوليفة النفسية أن الرجل يبتدي يتكلم مع زماله بيرسي كان بيزي يلعب لوحده أنا مش قادر أتكلم مش قادر أتواصل عنده مشكلة في التواصل الفني داخل الملعب لا بيوقف وبيتكلم كان حضرنا مباراتي ستيفو الرجاق من الملعب ويقف يتكلم مع اللعبة لو بصنا على الجوني التاني عشان نروح لمروان الجوني التاني بتاع الشريف الراجل بنزل في ديئة تسعين بيعمل البرس بيعمل التاكل وبياخد الكرة وبيروح وباصس ومركز يحطها لشريف قبل ما يقف التسلل فطبعا أنا مستفشر جدا بالحالة اللي عليها بيتسو لأن الحالة النفسية اللي كان فيها أظن أنه وخرج لا لا أنا أتفهم مع دكتور جمال فكرة أن بيرسي تعوي بمشكلة ومشكلة نفسية لأنه نحن مش بنقيمه كفنيا لأنه وصل لمستويات عالية لكن التعامل معه النفسي مهم جدا وتثبيته بقى اللي هو لازم يثبت أنه هو يلعب في نفس المركز ده ونفس الطريقة دي مع التوليفة اللي هو حفاظها تبدأ مكملة في المارش الفائل اللي ده شيء مهم جدا